مهاجم زامبي في الطريق لليفر بول مصادر في صحيفة ليفر بول اكو او يعني صحفي من المقربين من ادارة ليفر بول كان بيتكلم على انه نادي ليفر بول يعني بيترقب لعيب منتخب زامبيا باستون داكا مهاجم راد بول سالسبرج النمساوي لعيب من اللعيبة المهمة جدا في فريق النمساوي وبيفكروا يتعاقدوا معاه في الفترة اللي جاي العيب في المتناول من ناحية الامور المالية وفي ظل احتمالية كبيرة لرحيل احد النجمين او مش احتمالية كبيرة خلينا نقول احتمالية لرحيل يا اما ساديو مانيه يا اما محمد صلاح فيه كلام كتير قوي على انه ولو جي عرض لو جي عرض كبير في الفترة اللي جاية مفيش مشكلة كتير جدا من رموز النادي الانجليزي العريق اتكلموا على انه من الافضل للفريق فنيا الاستغناء عن احد النجمين برغم وجود نجمين كبار جدا الاثنين افارقة والاثنين نجوم يعني من النجوم العيار التقيل لكن وجودهم فنيا مع بعض من وجهة نظر بعض المحبين والرموز السابقين للليفر بول مش مفيد او مش خلينا نقول انه هو ليه ضرر يعني كلنا عارفين وكلنا اسمعنا عن كلام حصل واشعاعات قرجت عن علاقة مانيه بصلاح وانهما مش في احسن الاحوال دايما وانهما في غيرة ما بينهم او يعني يعني بتقال كده كلام كتير في القصة دي لكن دخل لناس كتيرة تقول طب وليه لا منبيعش واحد فيهم بفلوس كتيرة جدا وانه نتعاقد مع واحد او اتنين في الصفوف الامامية مع فرمينو وبقاء واحد فيهم والتعاقد مع اكتر من حد تاني طبعا وجود ديجو جوتا النجم البرتغالي ووجود يعني شاكيري في حالة بقاءه ممكن يبقى فيه تعاقد مع واحد او اتنين لدعم الحتة دي لكن لسه الامور مش واضحة لكن زي ما قلتلكم فيه اتجاه للتعاقد مع مهاجم علشان فرمينو في حالة غياب وممكن يكون جوتا مهاجم او بديل استراتيجي ممكن يلعب جناح ويلعب مهاجم ويلعب في كذا حتة لكن هم محتاجين مهاجم تسعة كلاسيك نومبر ناين علشان يكون موجود مع الفريق في الفترة اللي جاية بعد سيرجيو بوسكاتس اصابة ديجو يورانتي بفيروس كورونا الاتحاد الاسباني لكرة القدم اعلن عن اصابة يورانتي لعب منتخب لاروخة او منتخب اسبانيا بفيروس كورونا وبتعتبر اصابة يورانتي بفيروس كورونا هي التانية بعد النجم الكبير سيرجيو بوسكاتس قائد المنتخب ونجم بفيروس كورونا فاشار بيان الاتحاد الاسباني ان اللعب غادر مع اسكر المنتخب في عربية اسعاف وجميع الاجراءات الخاصة ببروتوكول فيروس كورونا طبعا كانت متابعة في القصة لكن يعني خلينا نقول انه اسبانيا مش من المرشحين بقوة لحصد لقب اليورو اللي هتبتيني ان شاء الله خلاص يوم 11 فيه مرشحين كتير اسبانيا بتوعيني غير ان اسبانيا في مرحلة تجديد او تغيير جلد شوية مع لويس انريكي وهو اتكلم بمنتهى الهدوء وقال احنا هنقدم بطولة قوية احنا اسبانيا في الاخر هنقدم بطولة قوية لكن ماقدرش هوعد جمهوري باي حاجة كلام محترم واعتقد ان هو عشان ما يأفورش يعني يقول احنا البطل واحنا الادخليين وبتاع لكن الترشحات بقوة رايحة ناحية فرنسا اكتر ورايحة ناحية فرق تانية مش في مقدمتها اسبانيا تعالوا نطلع لكم